المشاهدون الأكار مصعد الله وأوقاتكم أينما كنتم بكل خيار نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين كلية العلوم فيما ينفع تخرج 260 طالباً بالبكاليوس تحت تام المؤتمر الوطني السادس الأمريكيين الارتريين بإصدار قرارات وطوصيات مهمة الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في فرو توقع ضراراً في المنطلقات صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق ولا إصابات البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة إلى على مستوى ولو أصار قيمة سبب بإقلاد 300 ألف شخصين في الصين أهلا بكم من التفاصيل النشرة قامت كلية ما ينفع للعلوم اليوم الثامن والعشرين من يولا بتخرج 260 طالباً 55% منهم خارجات حيث حصلوا على درجات علمية في مجالات مختلفة وحنأ وزير الأراضي والمياه البيئة ستسفى قبل سلاسة بنسبة التخرج حنأ الخارجين وأولئي الأمور والمعلمين وقال إن كساب المعارفة يمكن من مواجهة التحديات في هذا العالم الذي يشهد تطوراً تقنياً متسارعاً وقال إن التخرج له أهمية كبيرة تتجاوز مجرد التعبير عن الفرح دعينا الخارجين على الإجتهاد والمساهمة في تنمية شعبهم ووطنهم بكل مهاراتهم وقال عميد كلية ما ينفع للعلوم البروفيسور جابري أسقدوم إن الطلاب يتخرجون بعد دراسة لأربعة سنوات في علم الأحياء والكيميا والإحصاء والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا مذكراً أن العدد المتتالي للخارجات الذي تجاوز خمسين في المئة في السنوات الثلاث الماضية لا يظهر أعدادهن فعسبه بل يظهر أيضاً قدرتهن التنافسية وقال ممثل الخارجين إن حفل التخرج هو الوقت المناسب لوضع المعارفة التي تعلمناها موضع التنفيذ مؤكداً استعدادهم التام في مساعيهم لخدمة مجتمعاتهم بمسؤولية من جهتها خرجت كلية أروتا للطب والعلوم الصحية يوم أمس السابع عشر من يوليوم 275 طالباً في الدفعة الثالثة لها حيث تخرج 12.7% منهم بدرجة البكالوريوس و87.3% بالدبلومة وأربعة في تخصص طب الأطفال وواحد في تخصص النساء والولاد وقالت وزيرة الصحة أمينا نور حسين إن جهود الحكومة للضمان تكافؤ الفرص التعليمية في جميع المناطق تحقق نجاحة كبيرة وحثة الخارجين لتعزيز معارفهم وقدراتهم المعنية إلى جانب عملهم في خدمة الشعب وأوضح عميد كلية أروتا للطب والعلوم الصحية البروفيسور يوماني سيوم أن الكلية تنشط لضمان جودة التعليم الطبي وجودة العلاج القائم على العلم وقدمات رعاية المردم والأبحاث الطبية العليا وهذه السنة تم تعظيم الدراسات العليا في تخصصات طب الأطفال والنساء والولاد وكذلك الطب العام وعلوم المختبرات السريرية بدرجة البكالوريوس والتمريض العام وفنيين في مجالات طب الأسنان والصيدلة والصحة البيئية والمختبرات الطبية والأشعة السينية بدرجة الدبلوم وحث البروفيسور يوماني الخارجين على الخدمة برحمة وثقة ونزاها من جانبه قدم مثل الخارجين الشكر نيابة عن الخارجين للشعب والحكومة لإتاحتها فرص التعليم المجاني وتم في المناسبة توزيع الشهادات على الخارجين والميداليات على المتفوقين هذا وقد تأسست كلية أروتا للطب والعلوم الصحية في سبتمبر 2018 من خلال دمج كلية أسمر للعلوم الصحية وكلية أروتا للطب وطب الأسنان أحتتم المؤتمر السادس للجنة الوطنية للأمريكيين الذي عقد في الخامس عشر مليون في واشنطن العاصمة تحت شعاره تعزيز القيم الوطنية من أجل الشراكة الدولية بقرارات وتوصيات مهمة وتضمن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام والذي استقطب أكثر من خمسمائة شابه تضمن سمينارات حول مواضيع هامة ومناقشات حول القضايا الرهنة وتقييم التقارير المقدمة تقوم اللجنة الوطنية والمنظمات العاملة تحت مظلتها التي لا زالت تساهم بفعالية لتطوير المستوى الذي تتطلبه المرحلة من حيث النوع والكفاء تقوم بحملة تعاوية واسعة لتعزيز القيم والمبادئ التي تطورته خلال النضال الطويل وتوسع نشاطها لمواجهة المهمة المزدوجة للتنمية والتصديم وبحث المؤتمر أساليب وخطة زيادة الوعي وإنشدة التنفيذ على نطاق واسع كما تم تقديم سمينارات مهنية في مجالات الصحة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوقاية من الضغوطات النفسية وعلاجها وأهمية الفنون في تعزيز الهوية الوطنية ووسائل وتطبيقات الدبلماسية العامة لتعزيز المعارفة والمهارات الشاملة للمشاركين وفي الختام أصدر المؤتمر السادس قرارات وتوصيات للقيام بعمل تعوي وتنظيمي قويين وقدمت الشابة الوام دبرو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والسيدة حدنت قالت رئيسة الشؤون العامة والمجتمعية قدمتا ملاحظات ختامية حول برامج تنفيذ المؤتمر وقال القائم بعمل السفارة الإرتريا في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهانة قبر هوته أن تعزيز التنظيم لا يمكن الاستقناء عنه لزيادة المشاركة العامة في البرامج الوطنية وحث المشاركين على لعب الدوري القيادي في تنفيذ البرامج المخططي لها حققت أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في الإقليم الأوسط نتائج مرضية وأوضح مسؤول الفرح حماية التربة وحفظ المياه سيد كساتة قبر قرقيش أن الأنشطة تركزت بشكل أساسي على تدريج المزارع والمدرجات الحوضية وأشار إلى تنفيذ أعمال بناء المدرجات الحوضية في مساحة 250 هكتار والمدرجات الزراعية في أكثر من 1300 هكتار وذلك بتضافر جهود المجتمع وعضاء قوات الدفاع والمؤسسات الحكومية كما أشار إلى بلوغ عملية بناء السادة عد حوشا في مدارية قلانفح إلى 38% وإكمال خارطة بناء سدود عد بديل وشندبلغ وعد جنوى مايدمنة ووجود خطة لتركيب الطاقة الشمسية هذا وتجري عملية الزراعة المروية في مساحة أكثر من 1500 هكتار بالاستفادة من مياه 233 سدا كبيرا ومتوسطا في الإقليم الأوسط تسببت الأمطار المصحوبة بالعواصف في بلدة فوريوم السادس والعشرين من يولا في حدوث أضرار في الممتلكات وقال السيد محمود محمد الزينون مدير ضحية فوريوم إن أكثر من 20 منزل اللحقت بها أضرارا جسيمة كما تعرضت مدرسة حادنة الإبدائية لأضرار طفيفة في الحادث في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء لأرتريا إرينان أنه تم هدم ثلاثة منازل في ضحية أفتا في نفس اليوم الجدير بالذكر أنه في 29 من أغسطس لعام 2023 دمرت الأمطار الغزيرة 429 منزلا وخمس مدارس في مديرية فورا وزولا وأفتا وقل العندن استشهد المنادر المقدم قرس جهريوحان نسمة برهاتو في 27 من يوليو عن عمر نهزة 162 عاما جرى مرض ألم به التحق المنادر المقدم قرس جهريوحان نسمة برهاتو بقوات التحرير الشعبية لإرتريا في أكتوبر 1974 وخدم أثناء النضال التحرير في وحدات المشات والأسلحة الثقيلة وبعد الاستقلال في الفرقة الميكانيكية الرابعة والسبعين ووزارة العدل وقوات الاحتياط وهيئة إدارية وزارة الدفاع والقيادة الوسطى وكذلك في الفرقتين العاشرة والرابعة والستين في الجيش الشعبي وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص في مختلف مناصب المسؤولية المناضل المقدم قرس جهريوحان نسمة برهاتو أبل طفل واحد وقد ورع جثماني الثرى ظهر اليوم الثامن والعشرين من يولو بمعبرة الشهداء في من دفر وتعب الفرقة العسكرية الرابعة والستين في الجيش الشعبي عن حزنها العميق لاستشهاد المقدم قرس جهريوحان نسمة برهاتو وتتقدم بالتعازل أسرته ورفاقه وزملائه فاصل قصير من ثم نعود لنوافقكم بالأنباء على الصعيد العالمي أهلا بكم على الصعيد العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع ضرار ونقلت أوكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر الأمن العراقي القول إن أربعة صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق ولا توجد إصاباته كما نقلت عن مسؤول أمن عراقي آخر القول إن قاعدة عين الأسد العسكرية استهدفت بثلاثة صواريخ وطائرة مسيرة دون وقوع إصاباته مضيفا أن الصواريخ والمسيرة استهدفت أطراف قاعدة عين الأسد من جهته قال مسؤول أمريكي إن الصواريخ سقطت خارج القاعدة بدون أن تسبب وفق تقارير أولية خسائر بشرية أو أضرار مدية ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا القصف رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين لوقف التضخم المتصاعد في الأتصاد المحموم الذي تضرر من العقوبات الغربية ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة مشيرا إلى أن التضخم قد تسارع وتزاد بصورة أكبر من توقعاتهم وقال البنك في بيان أن المخاطر التضخمية كانت مدفوعة بتوقعات التضخم المرتفعة وتغير شروط التجارة نتيجة للتوترات الجيوسياسية في إشارة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وقام البنك بتعديل توقعات التضخم لهذا العام من 6.5 إلى 7% وقال إنه قد يدرس زيادات أخرى في سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعاته المغبلة وأشار إلى أن عودة التضخم إلى هدف 4% يتطلب ظروفا نقضية أكثر تشددا بكثير مما كان مفترضا في السابق أدى لعصار قيمي لا إجلال نحو 300 ألف شخصين وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين وفقا لوسائل إعلام رسميا كما أدى هذا الإعصار إلى سقوط خمسة قتلى في جزيرة تايوان المجاورة ويعد قيمي أعنف إعصار درب أراد الجزيرة منذ ثماني سنوات مع رياح بلغت سرعتها 190 كلم في الساعة ووصل الإعصار إلى اليابسة في البر الرئيسي للصين حيث تراجع شدته لكن ما زالت الأمطار تنهمر بغزارة على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد وفي مقاطعة فوجيان شرق البلاد المواجهة لتايوان أجلي أكثر من 290 ألف شخص خوفا من الفيضانات وفقا لوكارة أنباء الصين الجديدة وقالت وسائل إعلام رسميا إنه من المتوقع أيضا أن يتسبب الإعصار به طول أمطار غزيرة على إقليمي جيانجشي واهنان في وسط البلاد نقط المشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العنوين كلية العلوم فيما ينفع تخرج 260 طالبا بالبكال الريوس أخطة أمل مؤتمر الوطني السادس الأمريكيين التي ينبئ إسدار قرارات وتوصيات مهمة الأمطار الغزيرة المصعوبة بالعواصف في فورا توقع ضرارا في الممتلكات صواريخ تسادف قاعدة عين الأسد بالعراق والإصابات البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى على مستوى والإعصار قايمية سبب بإجلاس 300 ألف الشخصين في الصين هكذا مشاهدنا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء هذه تحيات وتحيات الفريق العامل شكرا لحسن السماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة